بسم الله عمال رحيم عكم اسلام شكري انا عارف ان انا في الناس كتير مستمني ان انا انزل محتوى تعليمي بخصوص الفن الشغباطة ازاي بتعمل انا عارف ان اتخرت عليكم جدا يعني خصوص الموضوع ده بس لسرعة بيبقى غزبا عني ان في نفس الوقت انا بيكون عندي اردرات مفروضنا بسلمة في موعيد معينة وفي نفس الوقت المشكلة اللي كانت مقابلاني ان اللاب عندي لما باجي برسم وحب ان انا اسجل الرسومات بتاعتي ازاي وانا بنفزها او للاسف بيحصل لعملية زي اللي هو بيهنج من الجهاز يعني عبل ما ان انا ياخد يعني طريقة الرسم بياخدها زي يعني عبل ما تطلع على الشاشة ومفروض ان هو بيسجل الخطوات دي كلها في للاسف الجهاز عندي محتاج ان انا يعني اطوره شوية الحمد لله مؤخرا يعني في برنامج انا يعني بسيط كده الحمد لله اقدرت ان انا يقدر اا يعني سجل الخطوات للرسم اللي انا بعملها ازاي او في نفس الوقت ما يعني مش بيحصل عاملية تأخير وانا باجي برسم يعني بس بيحصل واحد حاجة حاجة بسيطة يعني فان شاء الله قريب يعني ربنا يسهل ان شاء الله يعني اكون قادر ان انا انزل المحتوى للتعليم ده والذات يقدروا تنفزه طريقة الرسم اللي هي بالشاخبات اللي ازاي تقدروا تنفزه بسهولة اه وربنا يسهل بازن الله يعني اه انا النهاردة عامل الفيديو ده حبيت اتلم فيه اه بخصوص ان في ناس كتير يعني ايه قولك انت يعني اه يعني ايه الفرق ما بين اني كانوا بيسألوني ايه الفرق ما بين الرسم الفنان الرقمي او الفنان التقليدي يعني انا شايف بصراحة يعني انا ضد المسمى ده يعني انا ضد الفكرة انه فيكون حاجة اسمها فنان رقمي وفنان تقليدي ان هي في الاول في الاخر هي مجموعة ادوات يعني انت هي يعني ادوات بتستخدمها يعني فنان زمان او على مدار العصور كان مثلا برسمه بالرصاص برسمه بالفحم برسمه بالزيت دلوقتي احنا في عصر الديجيتال لكن في الاول في الاخر انت بتستخدم ايه انت بتستخدم ايدك ايدك هي اللي بتاخد الادوات دي وبتطلع بها الرسومات دي فهم فكرة بق ان انت ايه بيكون في يعني فنان رقمي او فنان تقليدي انا ضد المسمى ده انه في الاول في الاخر يعني الفنان حيفضل فنان يعني بيستخدمه الايد بتاعته انت بتستخدم انت بتطلع احساسك في الرسمة دي فانا ضد الصراحة انه هو المسمى يكون في حاجة اسمها يعني ايه فنان رقمي يعني الفنان حقيقة انا هيفضل الفنان او الرسام هيفضل يعني رسام يا مجرد بس شوية اه ادوات اه مش اه مش اكتر يعني. نيجي النقطة تانية كان فيه مسلا الناس بتقول لي هل ممكن يعني الفنان الرقمي. قبلاش بنقول الفنان اللي هو الفنان اللي بيستخدم جرافيك تابلت مسلا. اه هيقدر يعمل حاجات يطلع رسومات الفنان اللي بيستخدم ادوات اللي هم موجودة في الطبيعة مقدرش يطلعها. ده مش شرط. يعني ممكن يكون الفنان الرقم يطلع يعني يعني يكون طلع رسومات ويطلع حاجات لفن الرسامة اللي بيستخدم الادوات اللي موجودة في الحقيقة. او اللي هي مش ديجيتال اه ممكن يقدرش يطلع نفس المخرجات اللي هو عايزها يعني. والعكس صحيح ممكن يكون برضو الفنان اللي بيستخدم الادوات اللي موجودة سواء رصاصة افحمة او اي خامة تانية او او حيرسم على على جدارية او ايا كان الحفان اللي هيستخدمه ممكن اه الفنان اللي بيستخدم جرافيك تابلت جرافيك تابلت ميقدرش ان هو يطلحها فيها في الاخر بترجع لاحساس الفنان باحساسك انت انت الادوات اللي بتستخدمها انت حابب عايز تطلع اللي انت عايز ترسمه اللي انت عايز تقوله من الرسمة اللي انت عايز تعملها في الاخر ان هو بيرجع لك لاحساسك لاحساسك انت يعني زي مسلا انا يعني على سبيل المسال يعني انا انا مسلا في انا في الشاخ بطع مثلا انا بيستخدم جرافيك تابلت يعني انا بيستخدم فني اعتبر بيستخدم جرافيك تابلت يعني الجودة يعني بقيت اه نيجي لحتة تانية مثلا يعني هالجودة بتاعت يعني الجهزة بتاعت الجرافيك تابلت يعني بقت اه قوتها زي الادوات اللي هي الموجودة في اه في الحقيقة يعني في الطبيعة عندنا اه بقت الجودة بتاعتها بقت قوية بقيت قوية جدا يعني بقت كمان قريبة جدا جدا متقدرش يتفرقها ممكن ما بينها وما بين اه لو انت بستخدم ادوات موجودة عندك في الطبيعة مسلا عندك او ادوات انت شريحة يعني اه عندك مسلا لما انا نزلت كان في معرض انا شاركتي فيه انا مفروض في الادوات اللي انا باستخدمها لما يجي برسم مثلا اه لوحة بفن بفن الشخبطة ده انا كايني برسم بالم فحم ابيض تمام وكايني بستخدم بستخدم يعني بستخدم يعني بستخدم الام جل ابيض تمام فالناس لما شافوا اللوحة بتاعتي او رسمة بتاعتي فكروا انه دي الادوات اللي انا بستخدمها يعني او ان انا دي يعني انا شاري الادوات دي وعملها لا يعني بس انا يعني بستخدمها فعلا يعني الفرشة اللي انا برسم فيها الام فحم ابيض والخلفية اكايني خلفية صودة بالزلط بس الفكر كلها نقل رقمي يعني هي هي نفس الفكرة مش اكتر في نفس الوقت كانت الجودة يعني طلعة باتقان وكأنها وقع هيك أنه مستخدم آآ ادوات موجودة في الطبيعة في الطبيعة بالزبط يعني آآ ليه انا نقلت ديجتر يعني انا انا في الاصل انا كنت برسم بالرصاص وآآ عدت فترة بالرصاص وبالفحم شوية بس انا نقل انا حبيت ان انا انقل ديجتال ده لسبب ان السعر الخامات بقى غالي جدا يعني سهل الخامات عشان تطلع رسمة تكون انت راضي عنها وتبهر الناس اللي حواليك لازم هتكلفها جامد يعني هتكلفها خامات كتير عشان تقدر تطلعها بالشكل اللي يرضيك والليبس طب سنين سوق العمل بقى محتاجك ان انت لازم تنقل ديجتال يعني الناس ده لقد بدأت يعني بقى خلاص العميل بقى محتاج محتاج بقى هو هو اللي بيطلب خلاص الرسمة ديجتال ان انت انت مثه ان انت اقدر تطبعه الاي خامة ما بتقدر تتحكم فيه بالمقاسات زي ما انت زي ما انت عايز عكس اللي هو الرسم اللي احنا عارفينه عامة يعني. طب لو انت هتيجي تسألني انت بتفضل اني طريقة يعني انت بتفضل ده يعني الديجيتال ولا الرسمة على الورق لا يعني انا انا شايف لأ طب يعني عامة اي فنن عامة يعني ببقى معايا ورق وقلم بيرسم السكتشات على طول على طول بيرسم السكتشات وده البيت اللي احنا طب كلنا طلعيب منه يعني احنا كرسمين عموما على طول معانا الورقة والألم بس احنا محتاجين احنا لازم نطور من نفسينا يعني لازم نطور من نفسينا معهم مش هنفضل يعني اه محبوسين في الورقة والألم يعني لازم نطور ونشوف ايه السوق ايه اللي موجود دلوقتي عشان خاطر نقدر نواكب العصر اللي احنا فيه والتكنولوجيا اللي احنا اه موجودين فيها يعني. نيجي التاني نقطة حابة برطن انا اتكلم فيها اه ازاي ان انا اختار الجرافك بتاعي او ازاي ازاي ان انا اه ايه اختاره اولا في بنسبة للرسم اللي هو الديجيتال عاماته اللي هو الرسم الرقمي. آآ ببقى في نوعين من التابلتات. فيه تابلت لوحة. وده اللي انا بستخدمه. وفيه تابلت تاني اللي هو كنت انك بترسم على شاشة. على شاشة بيبقى يعني اسهر شوية يعني كاينك انت لما بتيجي وانت بترسم كاينك بترسم على الشاشة اللي قدامك. اما اه يعني شاف القلم القلم بيتحط على الشاشة وفبترسم ايه من خلاله مسلا. اما انا التابلت اللي هو اللي هو اللوحة يعني كني زي الورقة. انا لما باجي برسم ببص على الشاشة وفي نفس الوقت انا يعني القلم بتاعي. محطوط برسم دي على اللوحة وبشوف كل الخطوط اللي انا بعملها بيكون شايفة قدام ايه. ع الشاشة. طبعا الموضوع ده بيبقى محتاج شوية تعود ان انت طبعا انت واحد بترسم مسلا فترة ببالك فترة بترسم مسلا ايه على ورقة والقلم. بالورقة والقلم فعلا طول ببقى راسك شايف احساسك بالورقة قدامك الخط بتشوفه قدامك. فانت دون الوقت يعني متأكد ان انت مسألة شوية تعود ان انت بترسم بس وانت ايه خلاص انت مشايف الورقة والحاجة اللي انت بتعمل انت شايفة كلها بتبقى ايه? عالشاشة. فبس ايه الفكرة كلها ان في في الشاشات بتبقى سعرها يعني اغلى شوية من الجرافيك اه من التابلت اللي هو العادي اللي هو مش الشاشة. طب اجي اه في ناس قالتني طب اختار الجرافيك مناسب ليا? يعني ازاي اختار جرافيك تابلت يكون مناسب آآ مناسب لها. في الحقيقة يعني آآ السؤال ده انت محتاج لازم لازم تجرب لان انواع موجودة كتير. يعني لازم ان كل آآ الشركاء فيش يعني لازم تجرب مسكة الالم ذات نفسه. ان كل آآ تابلت كل جرافيك التابلت بيبقى الالم بتاعه حجمه وسوق يعني ومسكته بيبقى مختلف على التاني. يعني انا مسلا على سبيل المسال انا 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 كان قدامي لما انا حبيت ان انا اختار يعني انا كنت راحل حاجة معينة. يعني كان فيه يعني انا مش عايز اقول اسامي عشان انا هحابب ان انت تجرب وتشوف. يعني انا كنت رايح ان انا اشتري حاجة معينة. فوجئت يعني آآ جيت استخدمت حاجة تانية. لقيت لا يعني مسكة الالم بالنسبة لي آآ مرايحاني. الجرافيك بتاعي اللي انا اللوحة زفت نفسها لانا برسم عليها كنها مديني احساس الورق بالزبط يعني كني مش حس ان انا كني برسم على على لوحة يعني مش كنها مش مش مدينة ملمس الورق يعني مش موجود. لقيته آآ يعني كني معايا ورقة بالزبط. المسكة بتاعته قوية. حجمه مناسب للمسكة بتاعته في ايدي. فكانت جرافيك التابلت التاني كان تقريبا نفسي قريب منه جدا بس الاختلافات دي هي اللي خلتني ان انا اختار الجرافيك تابلت اللي انا بااا باستخدمه. فانا نصيحتي ان انت لازم تروح يعني في طبعا الشركة اللي انا طبعا انا شاريت منها شما اسمها شركة دي جي تايزر دي صراح من افضل الشركات اللي تقدر تشتري منها جرافيك تابلت. عندهم خدمة ما بعد البيع صراحة يعني رهيبة جدا بيفضلوا معك خطوة بخطوة لو حاجة انت مش فاهمها آآ بيتابع معاك. فانا نصيحتي ان انت تزورهم وتفهم وتجرب وتشوف ايه اه يعني الانسب جرافيك تابلت مناسب ليه لان الفرقات تقريبا يعني بتبقى قريبة جدا يعني بين التابلتات بتبقى يعني ايه الفرقات ممكن تقول الحساسية بتاعت الدغطة الالم ذات نفسه تبقى حاجات حاجات بسيطة بس بتفرق بقى ان انت هتستريح لايه يعني انت هتستريح ايه يعني المسل لما تيجي تمسك الالم ولما بتيجي بترسم به هيبقى ايه هيبقى مريحك اكتر يعني اه في الرسم وده مهم عشان ايه ده الالم ده هيقعد معك فترة طويل حتطلع به شغل فده لازم تكون انت مكون مستريح ليه ولازم لما تجيب الجرافيك تابلت ان شاء الله تقعد تجرب به وتشوفه وتشوف دغطت ايدك لما يعني يعني قبل ما ما تتعود عليه بس فهي دي الفكرة لو انا ازاي هختار الجرافيك تابلت يعني واشكركم جدا وده اللي انا حابب ان انا يعني ايه كنت انا اشارككم به النهاردة وان شاء الله ربنا يساعد ان شاء الله يكون فقر بفرصة اقدم المحتوى بازن الله ان شاء الله تعليمي يعني ودعوتكم شكرا